اشهدت معالي السيدة فوزي بن عبدالله زينل بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بمنح رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين بالصفوف الأمامية مؤكدة معاليها أن هذا التقدير الكريم الذي جاء انطلاقا من اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالجهود المخلصة للعاملين بالصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا وما يقدمونه من أعمال وخدمات جليلة أسهمت في تحقيق كل الرعاية والاهتمام للمواطنين والمقيمين من أجل ضمان صحة وسلامة الجميع وما يبدلونه من عطاء كبير وعمل متواصل وتضحيات وطنية عبر أداء مهني وإداري مشرف كان له بالغ الأثر في مواجهة تداعيات الجائحة والتصدي لها ونيل الإشادة المجتمعية والدولية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مشيرة معاليها أن التوجيهات الكريمة تمثل حافزا كبيرا وداعما قويا لمزيد من العمل والإنجاز وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين لأبطال الصفوف الأمامية الذين وضعوا خدمة الوطن فوق كل اعتبار